على صعيد آخر وبدعوة من الهيئة الملكية للأفلام في عمان شهد المطران خريستوفوروس مع عدد من الأباء الكهنة وجمع من الحضور عرض الفيلم صليب في الصحراء والذي يتحدث عن حياة القديسة بتكا التي نسكت في صحراء الأردن لأكثر من 35 سنة وفي نهاية الفيلم الذي تم تصويره بالكامل في المملكة أكد سيادته عقب أسئلة ومداخلات للحاضرين بأن هذا الفيلم يجسد العيش المسيحية الإسلامية المشتركة في الأردن مثنيا على جهود المشاركين في الإعداد والإنتاج والتمثيل والإخراج